هلأ رح نروح على صلاة السينما اللبنانية مع غيدا ونشوف شوفي عنا أفليم فينا نشوفها ومن بعدها مننتقل عند كاتيا بوقتها ضمن أفليم هالأسبوع الفيلم الواقعي The 33 المرتكس على الأحداث الحقيقية اللي صارت عند انهيار منجم للذهب واحتجاز 33 شخص تحت أنقاض هالمنجم لمدة 69 يوم بسنة 2010 مع نخبة كبيرة من النجوم على رأسهم أنتونيو بانديراس وجولياتي نوج والفيلم التاريخي Queen of the Desert عن قصة جيرتروت بيل وهي رحالة كاتبة منقبة أثار ومستشارة سياسية للإمبراطورية البريطانية ببداية القرن العشرين مع نيكول كيدمن جيمس فرانكو وروبيرت باتنسي سأتبه بالأسفاني للخصوص والفيلم الدرامي الإسباني Wild Tales عن ست قصص أسيرة بتحكي عن أشخاص عم يمروا بمشاكل عديدة إذن نتانكيو لاغيضا هاي الأفلام اللي فيه كون تشوفوها بصلاة السينما اللبنانية وهلأ بالشتوية تكبص على صلاة السينما أما هلأ نحن وياكم بوقتها مع كاتيا والأكل أو الفود على وسيل التواصل الاجتماعي يعني اليوم أكل بامتياز كارلا مليحة حكيتنا عن الأكل كل نهار ما هاني على الأكل حتى معك عن الأكل رح نحكي عن الأكل بس قبل ما أحكي عن الأكل بدي أحكي عن شيء اليوم كل الناس عم بيحكوا فيه شو صاف هو موضوع سيفتي تشاك يلي حتى فيسبوك كرمال الضحايا بفرنسا بريس وكثير من الناس سألوا بلبنان وخيرج لبنان ليه فيسبوك معامل اكتيفاشن لهالفيسبوك تشاك للسيفتي تشاك ببيروت مع أنه صار نفس الحدث وبوقت كتير قريب كانوا كتير قراب من بعضهم فلين ما صار عنا هيدا الشي ببيروت سؤال انطرح على فيسبوك وهني عطيوا جواب جوابهم كان أنه فيسبوك هني عملوا هيدا الناتفيكيشن من سن تقريبا وعملوها كرمال عفوا كل شي له علاقة بالكويرس الطبيعية فبيقولوا أنه بالكويرس الطبيعية في إلى وقت بتبلش في إلى وقت بتنتهي فسهل أنه ينعرف مين الأشخاص اللي خلصوا والأشخاص اللي ما خلصوا يعني اللي خلص بحط بيكبوز السيفتي تشاك يعني ببين أنه هو خلص يعني هو بحط أنه سيف أو حتى من أصحابه إذا بيعرف أنه هو سيف بيقدر يحط أنه هو سيف بس هيدا بترجي للنوتيفكيشن بتبين عند الأشخاص اللي هني أصلا حطين أنه هني موجودين بفرنسا سواء الأشخاص اللي موجودين بفرنسا أو يمكن دركوا فرنسا بس حطوا بعدهم حطين أنه ساكنين بفرنسا بيقدر ينحط لهم من أصحابهم أو هني أنه هني ذي آر سيف بس فيسبوك اللي عم بيقولوا أنه هني عادة بيعملوا هيدا بس للكويرس الطبيعية لأنه بينعرف أي متى بتبلش الكرسي أي متى بتخلص بينما بحالة الحرب أو الأمراض الأوبئة والحالات الخطر الأخرى ما إلا وقت بداية ووقت نهاية كمال هيك كتير صعب ينعرف إذا هالشخص السيف أو لا أو نط لأنه ممكن اليوم يكون سيف بكرة يبطل سيف لأنه الحالة الحرب ما في إلى بداية في إلى بداية يمكن آه مشان هيك التبرير ليش ما نحطت بلبنان يعني؟ بيقولوا أنه هني أول مرة قرروا يعملوا على شي خارج عن الكويرس الطبيعية كان لباريس يعني وقت لصار الحادث بباريس حاسوا أنه مع الموظفين اللي موجودين بفرنسا وأنه فيها الحاجة ولازم يعملوا هيدا الشي اللي يساعدوا الناس تا يعرفوا بعضهم إذا هني خلصوا أو لا وعملوا اكتيفاشن لألا وكانت هي أول مرة نهار الجمعة الماضي عملوا الاكتيفاشن بس هي موجودة من قبل؟ هي موجودة من سنة تقريباً من سنة تقريباً من سنة عملوا لهيك فهيدا كان جواب فيسبوك هلا أكيد فيه كتير ناس ما كانوا كتير موافقين على هيدا جواب أنه كقدرتوا تعملوا لفرنسا ليش مفكرتوا تعملوا قبل لبيروت؟ فينا نفكر بهذه الطريقة بس أنا طرحت اليوم جواب فيسبوك كيف هني جوابوا على هيدا بس حلوة الفكرة يعني الواحد دير يقول أنه السيف يكبس أنه السيفتي على الفيسبوك بطمن اللي معه الفرنس بس بدي يكونوا موجودين معه بنفس البلد؟ بدي يكونوا عاملين شاك إن بنفس البلد؟ لا ما بيهم ما بيهم ما بيأسر بس هيدا شيء موجودين على الفيسبوك الفيسبوك بس بنعملها اكتيفاشن بحالة الحرب يعني أنا ما فيه شوفك اليوم أنا لأني ما فيه حتى بس بنعمل هني بنعملها اكتيفاشن بحالة معينة بس أنه كمان حطوا لنا يا عبد البنان؟ أكيد نحن منتمنى أن يحطوا لنا إيها باللبنان وخاصة أنه عم نمرق بكتير فترات صعبة أكيد ما منتمنى أنه نمرق بهالفترات ولكن لما يصير هيك نوع كوارث تنحط وخاصة أنه الكونيكشن بهيك وضع بروح يعني أشخاص اللي بيمحيط الحادث بيبطل فيه إمكانية اتصال فيهم فالناس اللي عارفوا أنه هن خلصوا أو هن بناحي يقدروا يحطوا على الفيسبوك هذا شيء كتير بيساعد لحتى الناس تعرف أنه هن بأمان أو لا نعم للأصحاب لنرجع لموضوع الأكل أكيد طبعا إنستغرام أول ما بلش جزاف بلش بالصور الحلوة للأكل وبعدين طور لصور الطبيعة وهلأ أصرنا بعدين بعد فترة بلشوا السيلفي وبلشوا الصور يلي هن صورنا ظهراتنا مشويرنا مشاريعنا إلى آخرية بس أول ما بلش إنستغرام بلش بالصور الحلوة للأكل ولطبيعة من بعد فكرميل هيك في كتير صفحات هن طلع بلك شي شبارك الهيئة أنا حاطر هيد عليها اليوم حبيت نشوف كم صفحة لأكل لبناني شو بيفيدونا هول أكيد فينا نحنا نفوت ونشوف هالصور الحلوين رح غيرها أكيد لحتى نشوف صور أنا عم بعمل هيك من نوتاتش من عندي فينا أكيد نحنا نشوف صور حلوين بس كمان يمكن يهمنا نحنا إنه بس نصور بلا عملني أو أكلني وطيب وحلو وحبينا أنه يطلع على الإنترنت فينا بكتير بساطة نحط هاشتاغ أو نعمل تاك لا واحدة من هالصفحات لأنه كلنا بهمنا أنه يكون عندنا كتير عدد لايكس وبيهمنا أنه الناس يشوفوهن لأنه هذه الصورة بلا طيب وحلو وعملني أو أكلني حبينا أنه الناس يشوفوه أنا كل يوم في نس إذا على الإستغرام في كتير نشاط وصور فطبعا فيك تعمل تاج لوحدة من هالصفحات اللي رح أحكي عنها أو الهاشتاغ سكامانيا اللي رح خبر عنهم بها الطريقة يبيعملو لك ريبوست أو من خلال الهاشتاغ بيقدروا يشوفوها الصور عدد أكبر كتير كبير من الناس ويقدروا يعملو لهم لايك وكمنت أول صفحة رح أحكي عنها طبعا رح رح ركزي صفحاتي على ليبانيس فود ده ليبانيس فوديز مثل ما شايفين أكل لبناني إجمالا طبعا هني عم بيحطو بس هني كمان بيقولو للأشخاص اللي عم بيصورو يعملو لنا تاج بتعبر عن حالة في عنا صفحة كمان اسمها ليبانيس ديليشز ديشز يلي فيها كمان كمان بيقولو أنه هيدا الحساب المميز لأشهل أكلات اللبنانية وحاطينا العلم اللبناني فوق مع اللوغو وطبعا أكلات مثل ما شايف أكل لبناني شاورمة شو كمان العجين اللحمة بعجين وغيره من الأكلات تريقة لبنانية بيروت فود كمان في عندن عدد كتير من الفولورز سبتلاحز قدي عدد 23.1 كي فولورز يعني قدي في ناس عم نيفولو لهيك أنواع من الصفحات لأنه بيحبوا يكونوا عم بيتواصلوا معهم كمان لبانون إيتز كمان في عنا 20 كي 20.2 كي فولورز كمان من الأكلات اللبنانية مثل قليك شو في صفحات للأكل في كتير في كتير بس كيف نقدر نوصل ونعرف فيهم وين صفحتيك هانيا شو صفحتيك؟ هانيا لازم تخلق صفحة برميسيل باي هانيا باي هانيا باي هانيا باي هانيا كيف تكتب برميسيل هانيا باي هانيا بيانت بيانت كمان كتير مميزين للمناسبات هانيا عندك زوء كتير رفيع هاي دي في صفحة هانيا خلان تفرجينا لك هانيا تستعمل الهاشتاج برميسيل بيانت ببسال مليون بوست يعني حط هاشتاج داليشيز هلأ فوتي تركي الطبقة خليني أقول أنه في ثلاث أنمع من الهاشتاج فينا نستعملهم فيه الهاشتاج اللي بيعبروا عن الأكل الطيب مثل داليشيز إنستافود ستاربينج تايم يامي فودي فودي بيك فوت بيك ديلي لشيز ديلي لشيز هول الهاشتاج اللي إلونا علاقة بالأكل الطيب في نوع تاني من الهاشتاج اللي هو إلو علاقة بالأكل الصحي يعني إذا نحن عنا نعمل بوست لأكل هو مفيد وصحي وكلين فينا نحط هاشتاج مثل ما شايفين مانجي سانمان أو هالثي هالثي فود فينا نحط إيت كلين كلين إيتينج مانجي السان بيان مانجي أتساترا وطبعا فينا نحط بحسب نوع الأكلة يعني مثلا نحطين تشاكلت كيك كريم أنا حطة هون تشاكلت والكيك ما شايفين فينا نحط للترويئة مثلا بريكفست تي دي جني للغدا ميل أو برانش فينا ننوع سويت كريم كريمة كيك حسب نوع الأكلة اللي أنا عم بحطة طبعا ما بستعمل هاشتاج واحد لحاله كل هاشتاج إذا بتلاحظه رح حط مثلا هيدا عليه خمس تاليف عم بحط أوكي مش هاتين كتير هون بس إذا استعملت واحد بحط معه هالهاشتاج زي اللي إلن عليه بالدليشيوز والفودي أوكي كل هول الإنستافود دايما كل شي إنستابيك إستافود هول كتير كمان الناس بحطبوهم فود بيك في جمع أنا فيك تحطي الإنستاجرام بتلاقي كتير صور عم بأكل إذا كمان حطيت هالأنواع من الهاشتاج أكيد رح يزيد عدد الناس اللي رح بيبينو طبعا إذا نحنا فتشنا على هيك أنواع هاشتاج رح يبينو هول الصور عنا مثل ما شيف خليني جرب نعطيني من الهاشتاج مثلا فينا نفط لعندك جوزيف أكيد أكيد جوزيف أندرسكور أندرسكور أش أو آ إغرنج حوائيك أوكي إتيني يس هاي صورة اليوم أنا و هانيا أوكي فسألان صورة مع هانيا فينا نحط كويزين كوك كوكينج عالم الصباح كوكينج فينا نخلق نحنا هاشتاج فيك تفوت تحطيلي هاشتاج أنا لا ما بقدر غيئ طبعا إنتا لازم تغيئ بس هول أنواع الهاشتاج ذلك كمان ممكن كتير اللي نعليق بهانيا فيكم تلحقوني على الإنستاجرام جوزيف أندرسكور كابريلون يحرش فيها أوكي لكماينا هون جوزيف أندرس ورح كويك طبعا كاتيا دوتريا أوكي كنت كمان تعملو لنا فالو وما تنسو تتعملو هالهاشتاج الحلمين لكل الصور يلي عم تحطوهن على إنستاجرام صور الأكل الطيب والشاهد أنا بدأت شكريك كاتيا حلو الفكرة كتير اليوم عدت هنا حل حط ما تنسي هاشتاج دلشز إنو باي هانيا يمكن صار فيها عندي عشرين فولوورز يلي مبتل لكل المشاهدين نحن وإيكم أزان مكملين عالم الصباح بريك أصير وبعدها منعود للمتابعة ورشة ملح لنختتم وصفات اليوم مع هانيا خليكم معنا شكرا